عندنا كمان مباراة مهمة وأغلب الظن يعني أنه لو جينا نكلم على اعتماد روي فيتوريا في المباراة ما عندوش غيابات مؤثر يمكن حتى عمر مرموش كان يمكن أصيب مع أينتراكت فرانكفورت أنني موجود زي ما قلت لحضراتكم آخر ماتش لعبه مع بلجيكا من فترة طويلة جدا لكنه جاهز ولائق طبية لكن هل فنياً مسا روي فيتوريا ممكن يعتمد عليه ولا لأ الواضح جدا بالنسبة لتركيبة الهجوم هتكون محمد صلاح هتكون تريزيجية هيكون مصطفى محمد دول التشكيلة القريبة جدا لتمثيل مصر هجوميا لكن بعد كده في حسابات كتيرة جدا أكيد مع روي فيتوريا وأعتقد أنه هيدي مساحة تجربة أكبر في المباراة زنبيا يعني ممكن يجرب ممكن يغير ممكن يعدل الشحات الحقيقة أنا شايف أنه الحقيقة فاق جدا 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 ولازم ياخد فرصة كلعب أساسي مع منتخب مصر في الوقت ده عندنا لعيبة حقيقة يعني لفترة طويلة طويلة جدا طالت الحقيقة كنت بشوف منتخب مصر بيعاني في إيجاد كواليتي لعيبة مميز كنت بتعاني عشان تلاقي 11 مش أقولك 14 و15 النهاردة عندك قوام منتخب محترم عندك في كل مركز لعب يمكن في بعض المراكز بالذات مركز راس الحربة يمكن ده شوية اللي ممكن نكون بنعاني فيه لكن فيما عادة ذلك عندك وفرة طبعا كنت أتمنى أنه أمامي يكون موجود مع منتخب مصر في الفترة دي لكن بإذن الله يقدر يعوضها في اللي جاي عندك زيز وفاق جدا الشحات فاق جدا يعني طبعا تريزيجي ومرموش وصلاح كمحترفين برضو مقاديين سيزن كويس مع فرقهم مصطفى محمد يمكن البداية الأفضل لي السنة دي سيزن ده في مشواره الاحترافي مع نونت الفرنسي فبالتالي لا عندنا منتخب نسمح بالتجارب والتبديل والتوافيق زي ما بيقوله قدام زامبيا لكن ما نهزرش قدام الجزائر لأن احنا مش في حاجة أبدا لصدمات جديدة وخصوصا طبعا أنه خلينا متفقين لقاء الجزائر هيبقى أقوى بكتير جدا من مباراة زامبيا مباراة زامبيا